حتى الآن لم يرسل شكوى الأهلي استفسر من خلال الوسطاء مع الفيفا هو في جثلكم شكوى من أجاييه من لعب اسمه أجاييه ضدنا لجبلة فحتى الآن لم يتقدم بشكوى والحقيقة أنه الملف نقل من أمير توفيق إلى سيد عبد الحفيز مع حفظ الألقاب لهم طبعا كبات كبار بطلب من مدير التعاقدات أمير توفيق ليه؟ لأنه كل ما يمسك عقد اللاعب ويلقي ربما أن هي ممكن نقطة نلجأ إليها فتبقى في صفنا مش في صفه نلاقي أن العقد كله صلاحيات لصالح أجاييه فالأهلي وقف أمام هذا العقد عاجزا عن أنه يعرف يلاقي ثغرة كل الأمور في صف جونيور أجاييه فاللاعب هو عشان كده بيتكلم بهدوء أن أنا عارف أن أنا كده كده أخد فلوسي ولو حصل أي حاجة فالأهلي هو اللي هيبقى موقفه صعب إذا تقدم اللاعب بشكوى فالأهلي علشان كده الفلوس بتاعة اللقب الدوري أبطال أفريقيا العاشر حط لأجاييه شيك منفصل بمكافئته علشان ما يبقاش عنده أي حجة يشتكي بيها الأهلي فحتى الآن لم تحل والملف أصبح في يد الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي تمهيدا لحل هذه القصة إذا تمكن الأهلي من ذلك أو أن يستمر اللاعب لنهاية الموسم على أي حل